مين من أعمال رمضان غير عملك شفته؟ في رمضان السنة دي أنا للأسف ما شفتش حاجة خالص لأمنا كنت بشتغل وبنسلم الحلقات وإحنا هم نعرض يعني لكن طبعا فيه تامر محسن مخرج كويس جدا لأنه هو بيهتم جدا أنه يحضر كويس يهتم جدا بالممثل وبيهتم 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 وبيلاقي الممثل عنده دايما مختلف طيب أنا عايز أركحك كده ليه استوديوهاتنا بقى في ماس بيرو وإحنا عاديم في ماس بيرو دلوقتي أنت دخلت صغير قوي كنت بتشوف المملة ده إزاي؟ كنت بتشوف نفسك هتعمل إيه؟ ولا ما كنتش لسه مدرك أنت ممكن تعمل إيه؟ لا بصي أنا لما دخلت تليفجين كان فكرة دولة إزاي تسقف الشعب فكان بيوظفوا الناس المؤهلة واللي عندهم ثقافة عالية جدا واللي هما زي الأستاذ مثلا السيد بدير أستاذ نور الدمرداش يحيى العالمي ممدوح ليسي ناس كتيرة جدا كل واحد في مكانه حتى اللي كانوا بيتخرجوا يعني أنا تلميذ مدام أنعام جريتلي كانت لسه متخرجة من معد السينما واتعينتنا في التليفجين فعملت فرقة أطفال وكونتهم يعني كان فيه اهتمام بالطفل في الوقت ده من الدولة يعني إنها تعمل حاجات للتالي وكانوا بيعلمونا يعني تعلمتوا فيها تعلمنا الموسيقى تعلمنا إلقاء الشعر تعلمنا إلقاء التمسيق تعلمنا الإخراج فكرة حاجة تقمح كتير فكر حاجة من وينت في العمر ده اه طبعا طب قول لي حاجة كتير من أنا كنت بمثلهم يعني حاولك أنا مثلا كنت بعمل حاجة اسمها عمار الفشار عمار الفشار اه في الراديو زي كده كلمتين وبس كنت بتقول إيه عمار كان كل حلقة بيقول فشرة يعني هو يكذب كذب كنت بتفشر في إيه بقى يعني مثلا عن الشجاعة فيفشر بقى يقول أنا النهاردة واحنا هناك في السيرك الأسد خرج من القفص وعمال ما عرفش إيه فهو يفشر بشكل كبير كبير ويوسع خيال الطفل بس بالزبط كده كان فيه برضو حاجة كنت أعملها وأنا طفل اسمها نادر والأميرة نادر والأميرة كنت أنت نادر كنت أعمل أعمل وهم مش عايز يزاكر ومتدايق ونفسه بقى يتحرر وحاجات كده وقال يا سلام لو أنا نفسي يعني أبقى زي العصفورة كده أطير وفجأت له الأميرة ساحرة كده وقالت له عايز تبقى عصفورة طيب خلاص ماشي قال لها ما بهمش المذاكرة ومش عايزة فرحت قلبها عصفورة قلبتها عصفورة فرقى ان لازم يتعلم ازاي يعمل العش ولازم يروح يجيب فلق في مجهود برده لا فيها مجهود ولا فيها تعليم قال لها لقى بصي انا حابقى بقى زي ايه زي المساعد بتاع الساحر فرقعته تاني مساعد للساحر لها انه ايه لو متعلمش ازاي يعمل التركيبة بتاعت الساحر كل حاجة عايزة تعليم لا لا ارجعتني زي ما كنت ورح ابتدهي زيكر اه وبدأ وارجع زيكر بس شوفوا قد ايه القصص حلوة شوفوا قد ايه الحياة وده خلى محسن محي الدين دايما عنده طاقة وعنده شئة وحسن